تنظم تايلاند كل عام مهرجاناً سنوياً يطلق عليه مهرجان لوبوري أو مهرجان القرود وأصبح مقصداً للسياحة هناك وتسابق على أطعام القرود والتقاط الصور التذكارية ويعتبر هذا المهرجان الغريب من نوعه والذي يقوم خلاله السكان تقديم الأطعمة والفاكهة في بوفه مفتوح للقرود فقط ويقام في مدينة لوبوري في شمال تايلاند واعتمدته الحكومة رسمياً في عام 1988 ويضم المهرجان ما يقرب من ألفين قرد حيث تقام مأدبة كبيرة يستخدم فيها قرابة ثلاثة أطنان من الفواكه والخضروات والحلوة وتعود قصة مهرجان القرود وتقديم الأطعمة والفاكهة لها إلى أساطير قديمة موروثة في المدينة ويقول السكان أن هناك قردة ساعدت بطلاً أسطورياً يدعى راما في أحد معاركه فقدم له البطل الأسطوري أطعام كعرفاناً بالجميل وتورث الأجيال العادة منه